السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصريح العبارة الانبا غيرغوريوس بيقول ان المسيح كان عايش على صدقات المحسنين من الرجال والنساء الكلام ده مش كلامي ده كلام انجيل لوكا لصح 8 العدد 3 وكنت عرضته قبل كده وعرضت تفسير القمص تدرس يعقوب ملطي والقمص لوكا سدرس وغيرهم واتمنى ترجعوا للحلقة والنهاردة هعرض لكم كلام الانبا غيرغوريوس اللي بيقول بصريح العبارة ان المسيح كان عايش على صدقات الرجال والنساء وانا بصراحة مش عارف منين جاب الرجال بس ما علينا تعالوا نقرأ الاقتباس ده قدامنا موسوعة الانبا غيرغوريوس اللاهوت العقيدي الجزء الثاني سرية التجسد والفداء اسكف عام للدراسات العليا اللاهوتية والثقافة القبطية والبحث العلمي قدامكم صفحة رقم 15 اهو فبيتكلم عن معاناة المسيح الاله في ايمانهم الاله اللي هم بيعتقدوا بيه لوه في الواقع انسان عادي انسان يعني مش اله خالص ولا حتى لمريم امنت ان هو اله ولا تلميذ المسيح امن انهم اله وبرضه كنت عمل حالة ممكن ترجعوا الموضوع ده قبل كده فهو بيتكلم عن ما كان يعانيه المسيح فبيقول عانى كل ما يعانيه ابأس الناس وافقرهم واضعفهم بحيث لا نكاد نجد صورة من الناس اشد اعداما واملاقا وفقرا من الصورة التي قدمها لنا الانجيل في المسيح الذي لم يجد له مكانا يأوي اليه حتى في وقت ميلاده نزل ضيفا على مملكة الحيوان وبدلا من السرير كان مزود البقر له مهدا عاش نجارا يحصل قوته بكده وتعبه وعرقه وكفاحه ونضاله كعامل بسيط تخيل الاله كان عامل نجار تخيل انت مؤمن ان الله سبحانه وتعالى في الايمان الارثوذوكسي ده الخالق كان عامل نجار يعني كان من الاخر وانا ااسف والله انا بقول بك عشان اوضح يعني كان صبي نجار احنا بنقول عليه عندنا في مصر بيليا بيليا بتاع النجار ده البيليا بتاع المحل فتخيل انت الاله في ايمانك كان كده انا عارف ممكن تزعل بس ده ايمانك انا مالي ده ايمانك اباء الكنيسة الاسقفة الاباء الاسقفة اللي بيقول عنهم يسوع ما حلل تموه في السماء يكون محلول وما ربط تموه يكون مربوطا طبعا والقساوسة هم اللي بيقولوا الكلام ده بيقول بصريح العبارة كعامل بسيط وبعد ان تفرغ للخدمة الجهارية في العالم يعني عاش مسكينا على صدقات المحسنين من الرجال والنساء تخيل كان الاله حرفيا لله يا محسنين حرفيا ده اللي بيقوله من الرجال والنساء اللواتي كان كنا يخدمناه باموالهن طبعا هو حاول يلطف الامر ليه لان انجيل لوقة بيقول ان هم كانوا بيخدموه باموالهن والقمس لقاس داروس بيقول ان هم كانوا كانوا بيمشيين الستات ماشية معاه بتأكله تصرف عليه بتأكله وهو كان مبسوط بكده والقمس داروس يعقوب ملطي بيقول ان الخالق لم يستنكف ان تعوله نسوة باموالهن بس النسوة تغيروا عند الانبا جرورز وراح قال الرجال والنساء ما تعرفش ليه ما علينا فبيقول ايه وكان له صندوق وهذا الصندوق كان يحمله التلميذ الخائن صندوق الاله صندوق معونة للاله كان مين اللي شايله يهوزة كان ماشي بالصندوق بتاع الاله وحط حاجة فيه ايه ده بجد ده الاله عندكم يعني متخيلين والله يا جماعة يعني الكتاب المقدس بقدر ما اهاني المسيح المفسرين المسيحيين ده مش كلامي ده مش كلامي ده كلامهم مش مصدقهم ومعترض اصل النص اليوناني وبتاع روح كدبهم ابوك كان اللي بتبوس ايده وتاخد منه الحل حلين يا ابونا هما دول لا ودول مش ابا عاديين يعني تدرس يعقوب ولا الان بجردوس طبعا هو مات بس ده اسقف واسقف وكان اسقف تقيل فايه ده بقى وبعد كده رح قيل عاش المسيح اذا فقيرا بكل ما في الكلمة من معنى ولا يمكن ان التصور حالة من الفقر اوضح من الحالة التي عاش بها المسيح وبهذا يجد المسكين عزاء اللي هو ايه الاله نفسه كان شحات ما انا اسف يعني بس الواقع بيقول كده بحسب محسنين عايش على صدقات المحسنين كان الاله شحات تخيل انت الاله عندك الخالق الله سبحانه وتعالى نزل على الارض بقى شحات بيشحت الستات كانت بتصرف عليه والاباء الكنيسة الاباء الاسقفة بيقولك ان هم كانوا محسنين صدقات المحسنين حسن قال الله تمنع بلاءه كتير وهنلايا لك يا فعل الخير والسواعب ده بحسب كلامهم وبعد كده بيقول لان الله عندما اخذ صورة الانسان اخذ صورة افقر فقير يمكن ان تخطر ببال احد من البشر هو انا يعني هفترض افقر فقير افقر فقير ايه وهو الستات بحسب انجلوخة 8 ثلاثة هي بتأكله يعني انا اسف يعني بس يعني انا اسف وانا عارف الله ان الكلام يدايق والموضوع حساس بس يعني اله ايه ده فقير ايه ده اللي النص بيقول ان الستات كانوا ينفقنا عليهم من اموالهن بحسب الترجمات العربية كانوا ينفقنا عليهم من اموالهن النساء ستات ويارتهم كانوا عفيفات وشريفات ده كان نصهم ماشي شمال أساسا تابوا بس يعني ما هقصول فلصهم من كده والتفاصيل المسحبة تؤكد الكلام ده ده مش كلامي انت معترض وعايز تغير في النص براحتك عايز تحور وتقعد تجيب يمين وشمال وأنا آسف يعني اسمها اسمها إيه اللي هو ترقع يعني براحتك بس أباك الكنيسة هم من اللي بيقولوا ده مش تفسيري ده مش كلامي ده كلامكم معترض عليه رد عليهم اطلع قوله أنا برد عليهم بجرد ازاي يقول كده اطلع قوله أنا برد عليكم ستدرس يعقوب مالطي عامل زي ولد بيرد علينا بيقعد يعمل برضو فيديوهاته لما ذكرت له الكلام ده قال لي بالجزمة تدرس يعقوب بالجزمة تخيل انت بس ده أنا عامل ايه طب ما الكتاب بيقول وهو بيفسر الكتاب معترض عليه روح كلمه هو روح كلم بقى كاتب انجل وقال انت مش عارف هو مين أصل ولم يأكل له أثواب وإنما كان له ثوب واحد اه وما هيعدوا يأكلوه يشربوه يجبوله لبس كمان كتير عشان يعد يغير ده حتى يبقى إله عينه قد كده ايه ده يعني وبعد كده بيقول وأما طعامه فكان من أبسط الأنواع فكان هو الطعام السادة الذي يتمتع به كل فقير في بلد كان يعتمد كثيرا على السمك ولم نقرأ في الكتب المقدسة ما يشير إلى أن المسيح تمتع بطعام خاص وحقا أنه قبل دعوات دعوات من أشخاص كثيرين كان أكثرهم عشرين وخطاء وكان يتكئ في بيوتهم وعلى موائدهم لكنه كان مشغولا بخلاص نفوسهم ولم يكن الطعام بالنسبة له غير طعم يجذب به كسياد حكيم السمكة ليخرجها من يم الخطايا وبحر الأثام ويردها إلى شاطئ الأمان هذا هو إلهكم إله كان عايش على صدقات المحسنين شحات مش أنا ده الأنبا جرغوريوس هو تنيح مات خلاص بس كتبه وكتابه موجود وأي حد يقدر يروح يشتري من مكتبة المحبة وصلمولي على عم جيرج السيناء كلامكم مش كلامي لو أنت معترض يا مسيحي فالأفضل تعترض على الكتاب وعلى التفاصيل المسيحية أنا بس بطلعها ربنا يهدينا ويهديكم وأهلا بكم ترجمة نانسي قنقر